في المقابل طالبت منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين طالبت الحكومة العراقية بإقرار قانون العفو العام وتعديل القوانين المتعلقة بإدانة المتهمين بالإكراه واستبدالها باعتماد الإدانة بالأدلة القاطعة كما هو معتمد في الدول الديمقراطية إقرار قانون العفو العام خاصة للذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء بما لذلك من تأثير كبير على آلاف العوائل ومستقبلهم تعديل القوانين ذات الصلة بإدانة المتهمين من الإدانة بالاعتراف وشهادة الشهود بالإكراه إلى الإدانة بالأدلة القاطعة كما في الأنظمة الديمقراطية وشمول المتضرين منهم بأثر رجعي والعمل فوراً على بيان مصير المغيبين مجهولي المصير وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين وإعادة المختطفين سيما المختطفات الآيزيديات والتعويض الفور للناجيات منهن وتشجيع الشباب الآيزيديين على الزواج منهن من خلال توفير درجات وظيفية لهم أو منحهم دوراً سكنية أو قطع أراضي وسلف